كنا قد استعرضنا ضمن سلسلة من التقارير تسلط الضوء على كتاب رجال القاعدة في إيران الملاذه الآمن والتحالف المشبوه الذي أصدرته شرق الأوسط استعرضنا عمق العلاقة بين طهران والقاعدة ومدى استفادت الطرفين منها وبحسب الكتاب ذاته سنتوقف اليوم عند الوثائق التي رفعت عنها الاستخبارات الأمريكية السرية والتي تثبت من دون أدنى شك تلك العلاقة والتحالف المشبوه بين الطرفين الزميل زكريا نعسان يطلعنا على تلك التفاصيل وكيف جمع خيوطها هذا الكتاب خيوط علاقة إيران بالقاعدة كانت خفية إلى حد ما على الكثير من دول العالم والمحللين الاستراتيجيين ولا يوجد لديهم إلا بعض الشواهد على التعاون بينهما وبعض الوثائق التي تثبت دعم طهران للتنظيم المتطرف إلا أن وثائق أبوت أباد والمخطوطات التي عثر عليها في مقر إقامة مؤثس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بعد مقتله في مايو أيار 2011 كانت هي من ربط خيوط العلاقة هذه وأوضح معالمها بالتفصيل عرف معدو الكتاب الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط وحمل عنوان رجال القاعدة في إيران الملاذ الآمن والتحالف المشبه عرفوا وثائق أبوت أباد بأن أهميتها تنبع من كونها تكاد تكون اعترافات التنظيم عبر مؤسسه وقياداته المركزية بالعلاقة مع إيران لقد جرى رفع السرية عن تلك الوثائق من قبل الإدارة الأمريكية للاستخبارات على ثلاث دفعات حتى الآن فعلى ماذا احتوت تلك الرسائل؟ الوثائق الأولى التي تم رفع السرية عنها في أيار مايو 2012 كانت مجموعة قليلة فتوصل الباحثون إلى النتيجة بعد تحليلها مفادها أن هناك احتمال بعلاقة مصالح الضغط على أمريكا أما الدفع الثانية فاحتوت على رسائل مس بعضها بشكل واضح بهذه العلاقة وتصورات بلاد للعلاقة بإيران وحربها وغير ذلك إذ تطالعنا الوثائق في هذه الدفعة رسالة لابن لادن من أبي عبد الرحمن أنس الاسباعي وهو نفسه أبو أنس الليبي مؤرخة في الثاني عشر من تشرين الأول أكتوبر 2010 والتي كشفت المرة الأولى أن لجوء أفراد القاعدة إلى إيران كان على فوجين أولهما كان بعد سقوط ما تسمى إمارة طالبان والتوافد الثاني كان بأوامر من الملة عمر زعيم طالبان بعد عيد الأضحى بتاريخ الواحد والثلاثين من كانون الأول ديسمبر 2001 أما الدفعة الثالثة من الوثائق فيصفها الكاتب بأنها صاحبة الحجج الدامغة على حصانة إيران في فكر قائد ومؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وكيف كان يتجنب دائما استهدافها من قبل التنظيم إذ يرى بن لادن أن ذلك مضر بالتنظيم ويقر بأهمية العلاقة معها كونها دولة محورية في المنطقة فما هي دلالات وثائق أبوت أباد فوفقا للكتاب إن تلك الوثائق أكدت العلاقة التصالحية والتحالفية بين تنظيم القاعدة والنظام الإيراني وإصرار زعيم التنظيم ومؤسسه أسامة بن لادن على عدم المساس بإيران واستثنائها من دون العالم من عمليات القاعدة فهي تمثل اعترافات واستراتيجيات قائد التنظيم نفسه أو دائرته الضيقة وتصوراته حيث ضمت أيضا عددا من المؤلفات التي كان يحرص على مطالعتهم بها وجواز مهاجمت إيران على عكس باقي دول العالم